اشتركوا في القناة 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 السبب هو انه احيانا بيكون في سناديق موجودة في طريقه للعامل يعني بيكون في شي حاجبه عرفتو كيف ما بيقدر بيمشي او كذا فحاولوا قدر الامكان انكم تشيلوا السناديق الميلازمة وتكبوا انتو يعني هي بشكل مؤقت عرفتو كيف لاني مو ما اقول انه عطول هيك يعني بشيل العامل بكبوا افضل لي حاليا انا شي العامل متل ما شايفين حزفته قلت لحالي بالمقطع الجي ان شاء الله رح اضيف كمية عمال وخلييني يشتغلوا في الماركت فهي اول قسم من الرسالة عنا كمان القسم الثاني عبي حكي لنا انه العامل احيانا متل ما قلت لكم بالبداية انه ما بيعبي رفوف او ما بيمشي او ما بعرف شو بتلاقي صيفا احيانا فعبيحكيينا هون احيانا انه الزباين اذا كانوا عبيشتروا من الماركت تبعك وبالاخص انه من الرفوف اللي بدي يعبي عليهم البضاعة فبينتظر شويلة بينما يخلصوا الزباين شراءهم وكذا من الماركت وبعدين بيبلش بيشتغل فهاي كمان المشكلة كما رح يتم التعديل عليها وما رح يأثر معنا المطور يعني هيك عب اختصر لكم انا اللي حكي عليها في هاي الرسالة وبنفس الوقت في عنا مشكلة احيانا بتلاقي وقت العامل بيعدي جنب الفريزات او جنب الستندات احيانا اذا كان في عندك استند حطو بشكل خطأ فما رح يقدر يعدي لاني بيحجب طريقه عرفتو كيف فعبيقلنا المطور انه حاولوا قدر المكان ان تصفوا البرادات او تصفوا الستندات بشكل صحيح مشان ما يحجب طريق العامل وهيكي فهاي هي الرسالة حكي تكونيها بشكل سريع ومختصر ان شاء الله في التحديثات الجاي رح يتم التعديل وتحسينات اداء العامل بشكل كامل وبنفس الوقت تم اضافة 8 شخصيات الهنن ال MPC او الزبائن الجداد رح يتم اضافته ان شاء الله في التحديث الجاي وبنفس الوقت يا جماعة الخير ننتقل لاضافة كتير حلوة واللي هي مخزن او تطويرة جديدة للمخزن يعني صارتها كبيرة كبيرة رح يصير في تطويرة كبيرة للمخزن فان شاء الله ما يصير فيه عليها تقطيعات ولاقات ومشاكل وكذا يعني يصير التحديث حلو هيك ان شاء الله ما يصير فيه لاق وتقطيع انا بالنسبة لقليك انت عففكر اني اصغر الماركت مو اكبره فهلا ما بعرف شو رح يساوي فيه بننتقل للرسالة البعدة واللي هي متل ما شايفين عبيحكي لنا انه هون نعلم انه عبتنتظروا التحديث بفارغ الصبر بس نحن حاليا هم نشتغل على تحديث يكون فيه اضافات كتيره ويكون فيه اشياء يعني تحبوها فهيك حكنا في الرسالة وعرض لنا هون استند بامكانك تحط عليه بنادورة او خضرة فهذا استند جديد رح يكون فيه بتحديث القادم ان شاء الله وبنفس الوقت بالنسبة للكاشير بكرفي عنا هيك مثل باركي او ارض خشبية فهي الارض الخشبية لغالنا ياها وصارت بشكل بلاط فهي القصة يا جماعة الخير غالبا رح يصير بامكانك تشيل الكاشير تبعك يعني انت مكان ما بتجلس تشيله وتغير مكانه فهي انا هيك توقعت ان شاء الله تصير في التحديث الجديد فهذا هو مقطعنا اليوم ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله في المقطع الجاي رح ازبطكم مقطع كتير حلو ان شاء الله رح ازبط يعني كمية كبيرة من العمال وهيك ما رح احرق عليكم اذا ما نزل التحديث طبعا طبعا اذا ما نزل التحديث اللي هم نحكي عليه حاليا اذا نزل التحديث فرح تلتغي الفكرة لبعد التحديث عرفتوا كيف فهلا يا جماعة الخير وصلنا معكم نهات المقطع إن شاء الله يكونوا ستبتعتوا أتمنى أنكم لا تصروا معنا وصلنا على محمد رسالة و السلام و لا تصروا من اللايك شاك توفيزر رجل صحب 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 من كل جديد و لا تستبعوا نحسابات الواجدية بصدق لصف و لا يا جماعة أترككم بأمان الله و السلام